الإنسان مخلوق علاقاتي مش ممكن ما يبقاش في علاقاتي فأول علاقة حقيقية لازم تبقى في حياتي هي علاقتي بالله فعلاقتي بالله تسندني في الدنيا وإن أقدر أدي وأقدر أحتمل وأقدر أتسند أجيب منين الشفاء النفس ده الأمان ده نجيبه منين الغفران ده نجيبه منين المحبة الحقيقية اللي مش مصلحة ولا صفقة يعني في الجواز فأنا مسنودة مش على جوزي ولا على الدنيا أنا مسنودة بربنا عندي شخص أفضفض في عالم متعب عندي شخص ألجأ له لما خاف فالعلاقة بالشخصية بالله مهمة جدا دي أول علاقة عاد وحتى ما بنصلي مثلا ونقول إنجيل باكر اللي هو يحنى واحد كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولادا عشان أبقى بنته وهو أبويا دي علاقة قوية جدا العلاقة الأقوى أو نفس القوة اللي مش هتنفغل لما يبقى عندي علاقة شخصية بالله هي علاقتي بشريك الحي جواز المسيحي مش أي عقد ولا أي ارتباط ولا أي التزام ده عهد يعني الله شريك أساسي في العلاقة فأنا مش خايفة إن جوز يأكل حقي أنا عندي إلهي اللي ربطنا ببعض لها رأبه ولا همشي وراه ولا تقانئ مين فينا هيكل التاني لا ما عندناش القوف ده أنا لي علاقة بالله هو لي علاقة بالله كل ما بنقرب من بعض من ربنا بنقرب من بعض علاقة هرمية مثل الهرم بزا لغاية ما ييجي الهدف الأساسي اللي كل الإنجيل خمس مرات يتكلم عليه السيد المسيحي تكلم لا يكونوا بعض اتنين لكن هيبقوا واحد 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 إزاي لما أنا اتحدت بربنا وليه علاقة بيه هو اتحد بربنا وليه علاقة بيه يبقى ساعتها هنبقى في نقطة واحدة أنا وهو وربنا نلتقي التلاتب في اللهار وده يفيدني في إيه إن أنا عندي شريك حقيقي في العيشة وفي الجوازة دي أنا مش خايفة لإن الشريك ده إذا أنا زي أي بنك أو أي شركة هتفلس الشريك يدفع فأنا ما عنديش صبر أقول له الحقني يديني صبر أنا خلصت غفران يديني قوة آه ده رغف فيبقى فيه شريك بيزق لما نفلس وفيه كمان شاهد زي ملاخي اتنين أنا الشاهد بينك وبين امرأة عهدك فهي امرأة العهد اللي ما ينفعش ألعب من وراها لإني فيه واحد شاهد أنا مش خايف منها أنا هتكتشفني أنا خايف منه هو هيرأي ابني ما عرفش أصلي ما هيسمع ليش لو أنا قسرت العهد فإن هي كمان أنا جوزتك ابني عملتي في إيه سنتي حافزتي على حقوقه وقفتي في ظهره صلتي له فأنا بدي حساب لي لربنا مش لجوزي هيسألني ولا مش هيسألني ولا طيب معي ولا شديد معي فوجود ربنا في عهد الزواج بيبقى شريك وشاهد وآخر حاجة جميلة إن مين يضمنني يعني أشكر ربنا إحنا متجوزين إنا 39 سنة مين يضمن الجوازة دي 39 سنة وجود ربنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة